في سوريا تجددت الاجتباكات العنيفة بين تنظيم داعش ووحدات حماية مطار الدير الزور العسكرية بالتزامن مع تقدم وصف بالمهم يحققه الجيش السوري في ريف الحسكة ومحيط حلب فيما حذرت الخارجية السورية من مخاطر العدوان الجوي السهيونية على مواقع حيوية داخل أراضيها على الأمن والسلام في المنطقة واعتبرته يأتي في إطار سياسة منهجية سهيونية للتغطية على الدعم الذي يقدمه الكيان للتنظيمات المسلحة تجددت الاجتباكات العنيفة في محيط دير الزور العسكري بين تنظيم داعش ووحدات حماية المطار وأغار سلاح الجو السوري على تجمعة داعش وتحركاته في محيط المطار والقرى المجاورة وطالات الغارات ريف الحسكة حيث حققت الوحدات العسكرية السورية تقدما ميدانيا جديدا ضد التنظيم باستعادة الشيحة وتوق الملح واعترفت مواقع معارضة بوقوع عشرات القتلى للتنظيم في هذه العمليات وبالتزامن دارت اجتباكات عنيفة بين مسلحين ووحدات من الجيش السوري في محيط عقرب وحي الراشدين بحلب القديمة وجبهة البريج باتجاه مساكن هنانو شمال شرق حلب تمكنت الوحدات على اثرها من التقدم نحو نقاط جديدة واستعادة منطقة المناشر والمجبل ما يشكل خطوة مهمة للجيش السوري ويقربه من تطويق حلب بشكل كامل نظرا لتحكم المنطقة بطريق امداد المسلحين عبر الكاستيلو حندرات سياسيا طالبت الحكومة السورية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة بحق اسرائيل ومنعها من تكرار عدوانها على الاراضي السورية محذرة من مخاطر هذه الاعتداءات على الامن والسلم في المنطقة وجاءت المطالبة في رسالتين متطابقتين وجهتهم الخارجية السورية الى الامم المتحدة حول غارات جوية نفذتها ثماني طائرات حربية صهيونية على مواقع حيوية قرب مطاري دمشق الدولي والديماس العسكري واعتبرت دمشق هذا العدوان في اطار سياسة منهجية صهيونية للتغطية على الدعم الذي تقدمه تل أبيب للتنظيمات المسلحة التي تقاتل ضد الحكومة السورية يذكر ان العدوان الجوية صهيونية وقع بعد تزايد حديث الاعلام العبري عن حجم التعاون الكبير بين الجيش الصهيوني والمجموعات المسلحة يشار الى ان الغارات الصهيونية لقيت تنديدا من موسكو وطهران والجامعة العربية